المهندس الزراعي دكتور مارك بيروتة ضيف اليوم لأول مرة معي أنا بفقارة توب ستوريز تنحكي عن مبادرة فيها من بعض انفجار مرفق بيروت ومستمر فيها لليوم مبادرة من كل لبنين لكل لبنين هاي مارك هاي سعب ها أول مرة نحن نكون سعب الفقارة مزموط سعب تنحكي عن موضوع كتير حلو يعني مبادرة عم بتقوموا فيها عم بتحاولوا قدمة فيكن ساعدوا فيها المزارعين وتساعدوا فيها كمان العالم المحتاجة هلأ من ورا هالأمور اللي عم نقطع فيها مبادرت من لبنين لكل لبنين كيف أول شي فكرت فيها من بعد انفجار مرفق بيروت وشو الهدف الأساسي مننا هاي أول شغلة كنا عدين أنا وأنطاني أنطاني الحيل كنا عدين بانترفيو لالأم تي في بيروت من بالانفجار يعني وكنا عم نحكي عم نتسيارة عم نشوف أنه إذا بدك كيف عم بتسير المساعدات وكتير من المساعدات كانت تجي من خلال انجي اوز هنا زيتا أو قات بيت واحد يوصل له زيت المساعدة عشرين مرة وبيوت ما يوصل لشي أو عدته وصل غلط ونحنا مش أنه يعني يعني كعننا مشكل ما بيروت أبدا منحب بيروت أدداني بس كنا عم نشوف أنه في واحد رفيقنا هيك فكرنا فيها بنعرفه يعني شخص بنعرفه هو شغلته الوحيدة عنده خضرة بعكار شغلته الوحيدة أنه بوصلهم كل يوم على أربع مطاعم ببيروت هذا شغلته فهو الأربع مطاعم طاره هذا الزلمة أكيد هو تأثر كتير بانفجار بيروت راح كل شغله بس هو مش عايش ببيروت ما حدا تطلع فيه ما حدا تسأله بينك ومثله مثل ناس من عكار من هرمل من بعلبك من فردبيا وينما كان فنحنا قلنا أنه لازم نساعد كل لبنان لأنه كل لبنان أكيد لما نقول نساعد يعني على قد حجمنا على قد ما نحنا منقدر وعملنا مبادرة فكرنا فيها السمايناها من كل لبنان لكل لبنان الفكرة كانت كنا نروح عند عالم نضوي عليهم من وين ما كان نفرجي شو الإنتاج تبعهم عالم كانت تحضرنا يشتروا هالإنتاج تبعهم ونرجع نبعثه لناس عايزين بهذا الفترة وهيكي بتكون أنت عم تساعد على كل المالات عم تساعد شركة تبقى أجرية عم تساعد مدام أو صغار المنتجين أو مزارع يضلوا بأرضه وأكيد عم تبعث المطلوب يعني إذا بدك على هالمطارح هولي هيك كان بعض من الصور من وقتها كنا نشتري خضرة ونبعثهم لمطارح معينة فهذه الفكرة كيف خلقت المبادرة ونحنا ما وقفناها من وقتها بس أنا أكيد تطلع بتنزل حسب الأشياء اللي عم تسير يعني هي ملاقيها أكتر موجودة بوضع الكوارث بوضع الحرب يالي دايماً بالبنان تقريباً عن جد يعني صلى على 2016 اليوم بوضع الكوارث ليه أكتر شي بتكون بهالأوقات يعني ليه ما نكون قادرين تستمروا فيها كل السنة يعني منعرف أنه أنت مثل ما قالت اللي عقد حاجة مكون يعني ونعرف كتير مني حدي دولة عندها أهمال لقطاع الزراعة ليه ما نكون قادرين تستمروا فيها كل السنة لأنه هي يعني بدها كتير تتأثر بالتمويل فالعالم أكيد بتكون عندها إذا بدك سيمباتي أكتر لما يكون فيه مشاكل وحاجات وبتعرفي هلأ كتير صعبة لأنه من دول ما نكون أنه حدا يفهم غلط اللي عمقوله بس بتحس كتير من يلي عايشين برات لبنان منهم معتبرين أنه هيدا الحرب طبعا يعني معتبرين أنه هيدا حرب بين ما بدأ أحكي سياسي أنا بين فريقين فمش عم بشوفوا أنه كمان ناس مثلنا ناس عايشة وينما كان عم تتأثر بهذا الحرب كيف تأثرتوا بهذا الحرب؟ يعني كيف تأثروا المزارعين يلي من الموجودين بالجنوب أو بعلبك عم بيحسروا شكلهم يعني بتعرفي أنت الزراعة هي موسم فتخيل أنه حدا زارع لنقول كتير آيسبرغ خاص ليبعتهم لمطرح معين ببيروت ما بقى المطاعم عم تشغله سواء بكيب إنتاجه ناس عاملين مونة بدأت بيعة ما عم تقدر تبيعه هذا غير يلي بيشتغلوا بالخدمات نطرين مثلا الناس كتير كانت نطرة شهر سبعة وثمانة وتسعة للسياحة عملوا ميزون دوت وينما كان في لبنان فالشغل متراجع أكتر ما بتتخيله بكل مناطق لبنان يمكن في سكتور أو اثنان شوية متقدم فيهم بس أوفيرول العالم تخسر شغله العالم بتفل فنحن المبادرة تبعنا كمان لنقول أنه للشخص اللي عم يحضرنا لكي أنا بقول دايما أنه اللبنان المقيم في لبنان هو كتير مهم للبنان اللي برا لأنه من دونه لما بده يرجع هو جمعة أو شهر ضيعته اللي بحبه المنقوشة اللي بحبه كلهم مش موجودين فهو بده يساعده يبقى واللبنان اللي هم بده يعرف قده مهم كمان اللبنان اللي برا حالياً بتحسي بمطرح معين هاللينك نائس فمشارك عم نجرع نذكر فيها عم نذكر أنه هذا الحرب على الكيل عم تأثر على الكيل أنت وأنا فينا نفل اليوم بعد أخذنا القرار من نفل بعد من اللبنان فلنجرب نلاقي قد ما فينا لنساعد بعد يعني بتعرف هذا الموضوع بده توعية يعني أنت الموضوع اللي عم تجرب حالياً هلأ بأم تيفي العرب يقوم فيه اللي أنت عم تجرب تقوم فيه كل الوقت أنه عن جد يعرفوا المختربين أن يعرفوا كل العالم أنه الأزمة منا بس محصورة بالناس اللي عم يتقزدوا بالأصف وبالحرب وبالنزوح بس نحكي شوي عن العالم والمزارعين الموجودين بالجنوب نعرف كمان أدي الزراعة مهمة بالجنوب وأدي في عيال صح زراعة هي المصدر دخل الأساس اللي أدي الزراعة هي قسم من ثقافة الجنوب كمان يعني في أمور معينة خلاص ما عرف أنه هاي من الجنوب أنه هاي ده جاي من الجنوب اللي عم بيصير أدي أثر على هول عيال غير أنه هنطروا ينزحوا أدي تأثر على مصدر دخلهم لسنين لقدام لأنه بيحارجوا على بيوتهم الأرض هل بعدها صالحة؟ لك أنا ما بقدر أقول إذا الأرض بعدها صالحة أنا وقعد هون يعني لازم نروح يصير في دراسات يصير في أساسمت لأداء في أدرار بالأرض هذا ما فينا هلأ نقول بس أكيد تأثروا كتير أنا كنت بالسنة 2023 ونصف 2024 عم مدرب بضمن البروجيه أكتر من سبع ضياع على شريط الحدودة بجنوب بسوء بعرفهم ضياع ضياع بعرف العالم الهونيك بعرف أدي بحبه الأرض كنا من نتعلم بعدين ما تفكر أنه كتير منهم هنه هالمزارعين اللي عندهم أراضي كبيرة خمسمائة متر والألف متر وهيك بيزرعوا أو أدخان عم نعلمهم كانوا يزرعوا فريكة وزعتر وكيف يعتنوا مع الطبيعة ويزرعوا معه الأكيد رح يكون فيه يعني مشكل كتير كبير لأنه هالشخص اللي كان ناطر ناس بتفكر أنه زراعة وتعمل ملياردير تعرف بسك تعطي رقم إذا زراعة أرضك عندك ألف متر أرض وزرعتها أمح لتاخد فريكة بالألف متر مربع بيطلع لك 300 دولار بالسنة الربح فتتفكر أداء على الشيء هيك قليل وهو لو عم بيخسرون يعني فمشان هيك يعني ما منقدر نجاوب هلأ كيف ما كان وشغل يومي كمان وشغل يومي وأكيد تعفق دير شخص بيشتغل بالأرض بحب الأرض وما بحب يتركها فأكيد فيه أثر كبير على الزراعة بسنطلع ما بقلك أنه وين مكان باللبنان يعني مش بس بمطارح معينة لأنه بالآخر الإنتاج ما ما فينا نصرفه وأنت لما يكون عندك إنتاج يعني تخيلي هلتا نحكي عن موزاريين التفاح يلي عندنا باللبنان ست مرات إنتاج تفاح أكتر من ما نحنا شو منستهلك إذا ما فينا نطلعوا لبره كيف نعمل فالعالم عم تكيب تفاح ما حدا عم يحكي بس عم تصير فحاليا هيدا الأزمة الكتير قيلة وشاناك نحنا عم نجرب نوعي على الموضوع يعني والنوعي على أنه ساعدوا بعدكم نشتروا من بعدكم جربوا طلعوا إدي فيه مساعدات ونجي اوز وعب يجي من بره إن كان أشخاص فردية إن كان انجي اوز مواد أساسية كيف يساعدوكم وكيف يكونوا جزء من المبادرة اللي أنتم أمين فيها أول شيء أقول لك ليس معنا مين مكان عم يشتغلها جربوا أنتم قد ما فيكن أنعوا الدونر أو أنعوا الشخص اللي عم يجيب مسائرات حطوا بهالبوكس آيتم من لبنان يعني نزيد على هذا البوكس مثلا نقول فريكي نزيد على هذا البوكس كيشك أو حيال آيتم من لبنان زيت زيت هيتون هلأ موسم الزيت فلابدوا يكون كل هالبوكس مستورد جاي من برا جربوا زيدوا آيتم كثير أرخص المستورد يعني ما عليك فكرة أدي أرخص يعني هدا المشكلة يعني لو هن تعرف بيشتغلوا على سنت وعا تنين توصل أرخص بكثير مش أنا شوي هلأ أكيد لما نقول أرخص مستورد غير كواليتي وغير إشيا وعرفتها يعني بس أعطيك أجزامل كثير صغير إذا بتأثر نحن عنا الزمن الغلطان تماما عام الباستة بلبنان بشتغلوا ميدان لبنان يعني الأمحة لبنانية الموظفين لبنانية والباستة لبنانية هلأ أكيد الباستة الأجنبية مع التمتل بتنبيع ب0.4 سنت بينما الباستة اللبنانية شو أغلى 20 سنت زيادة يمكن حقها 0.8 شو بيصير إذا حطينا واحدة الباستة بهذه قبل ما تروح على الناس حين أو عند الناس عايزة كنا عم نساعد شركة لبنانية تبقى ضاين وهذا الشغل اللي لازم قد ما فيها نشتغلها هلأ سألتيني كيف فيهم نحن عاملين عدة طرق يعني في على الويبسايت تبعنا في رقم واتساب هلأ قطع كمان فيهم يتوصلوا معنا فينا نفسر لهم كيف هالأشياء كيف بتصير تعطيهم ليست بالأشخاص اللي عندهم المونة عم بيبيعوا لأنه عن جد في كتير عالم مثلا إذا المختربين هلأ عم بيحضرون وبدون يساعدوا بهالطريقة ما بيعرفوا من الناس اللي عم بيعملون هون بلبنان نحن نشتغل مع أكتر من 1500 شركة صغيرة أو أسامية أو ستات بالبيوت بيعملون أو إنتاج لبنان ما بدوا قول مونة عرفتها بقول أنا إنتاج لبنان لأنه مش بساك يعني فيه سابون فيه كوزماتيكس فيه كتير كبير الأشياء الليبنانية الأرتيزان وحتى الشركات الكبيرة فالشغل كتير كبير بس المهم أنه واحد حاليا يفكر كيف بحط مصرياته بوقت مظبوط ومش بس واحد فيه نحن ما عم نجي نقول وقفوا حت بعدكم بس بالمصاري هلأ أنت كان عندك فكرة عم نحكي عن أشياء تقنيات تنفوز مظبوط يعني هولي كلهم فينا مساعد يعني أعطيك أمثال صغيرة حدا يسمعنا هلأ من بره وهو عايش بالشركة بره وعنده نشغل بيقدر هالفترة يشغل الجرافيك ديزاينر من لبنان طيب عب لبنان بيقدر يطلب من أرشيطاك ترسم له بات بيقدر يخلي حدا عنده سوشيال ميديا كومباني يقول له هتمل حاليا هيدا هي من كل لبنان لكل لبنان يعني هاللبنانية لأين مكان يساعدوا بعضهم يقفوا حد بعضهم تنقطع هيدا الفترة انت كتاب تقولي بالأول عن الدولة ما شفنا كمان أنا ما بحب أحكي ناجعة ما شفنا مثلا الدولة خبرت حدا إذا هلأ البلدية بدأ تاخد بلدية وهو مسكر محلو شو بيعمل أو كيف رح يقفوا حد أصحاب الشركات أو هوا كلهم ما حدا عم يعملهم سوما زال ما حدا عم يعملهم وإذا سألت حيالة وزير بخبرك بدنا نفكر فيهم أكيد بس نحن نعرف أنه ما رح تصير شي نحن ناخد مبادرة وما ننطرهم وبرجع بقول ما بقولها بطريقة انتقادهم يعني الموجود حاليا بالدولة عندهم مشاكل قد ما بديك بس نحن كشعب لبنان الموجودين هون أوبارات لبنان ونفهم إذا نحن مهمين لبعض لنحافظ بهذه الأشياء الصغيرة يعني عن جد في أمور صغيرة فينا نعملها لا بعض نساعد بعض فيها يعني من نوجر يعني فينا قد ما فينا هالفترة نركز عن المنتجات اللبنية وما نروح حسب الأمور المستوردة إذا المختار بديوا يعطوك يبعطو لكم كاش لهذه المبادرة قادرين يس ما بدي هلأ قاتل بس على رقم الواتساب فيهم يحكونا عاملين نحن أكتر من عشرة طرق لا يقدر يبعطو لنا كاش تنقدر نحن كمان نشتري فيهم وعم تنعمل بترانسباننسي توتال يعني عم نصور عم نبعط لهم ريسيبت عم نصور مين نشترينا عم نبعط لهم وعم نرجع نصور لمين عم نبعط لهم يعني كمان نحن ما عم نلغي أبدا دور الانجي اوز الفعالي اللي كتير عم تشتغل فعم نجرب كتير نساعد منهم يعني مثلا من جمعة عطينا إنتاج لكوزين مريم إذا بتحضروا برد هاني توقشوا عم بيعمل عم بيطبخ لخمسة ألف شخص بنها صنحنا على قد عقدنا بتنعب قليك قد ما عم بيقدروا ونحنا كمان بيجعب قليك ما عم نجي إذا سريع على الكلمة إنها هيك ما حدا عم بيشحد ما عم نقول دونيشن عم نقول اشتروا يعني يعني انتم اشتروا فيكن بتشتروا وتقولوا لنا بعتوا لها هالعائلة أو تحكم عغيرنا تقولوا لنا أنا بدي ساعد هالعائلة المساعدة كتير بتزبط بمئة ألف طريقة يعني في واحد يكون بده من حدا ما صار يطويل بالله عليه عرفت يعني لازم نفهم كلنا أنه نحن بحرب والحرب على كل لبنان وعلى كل العالم وما بدنا نفعل من هذا البلد قدمة فينا بدنا نبقصه مشان هيك عم جاربنا من هذه المبادرة لأنه في كتير عالم مثلنا يعني كلنا قادرين نعم المبادرات صغيرة على أدمة نحن بنقدر وعلى أدمة نحن بنعرف صح يعني إن شاء الله هيك تكون كلمتك مسموعة ونحن نقول لك كل المشاهدين اللي عم بيحضرون إذا حابين تساعدوا بتكونوا عم بتفيدوا كذا الشخص عم بتفيدوا العالم المحتاج عم بتفيدوا العالم اللي عم بتحضر المونة والمزارعين وكذا الشخص فتواصلوا مع مارك نحن حطينا الصور تبع الحملة تواصلوا معهم وساعدوا أدمة فيكم مارك شكرا كتير لوجودك معنا مشاهدينا بريك صغير ومنتابع